الدين والأخلاق كنا بنصرخ من الأخلاق المنحطة في الشارع إزاي نوفق بين الاثنين؟ المشكلة تتحلل لو فرقنا ما بين علاقة مع الخالق وعلاقة مع فروض الدين كتير من الناس بتدخل في علاقة مش مع الله الكائن الأخلاقي الأعظم لكن بتدخل مع قواعد ونصوص وفروض وممارسات أكيد لما هدخل في علاقة مع الكائن الأخلاقي الأعظم الله بكل عظمته كل ما اقتربت إليه أكثر كل ما زادت أخلاقي حسنا وجمالا وكانت أفضل مش ممكن أبدا هكون في علاقة مع الحنون العطوف دون أن أمتاز بالحنان والعطف والرقة أدخل في علاقة مع القدوس حتما سأزداد عفافا وطهرا وتعففا في كل تصرف العلاقة مع القدوس تنتج قداسة في الحياة لكن المشكلة أن الناس تتحول عن العلاقة مع الخالق إلى علاقة مع فروض وممارسات وهنا بتيجي مشكلتين كبار المشكلة الأولى أن الشخص كلما بيمارس الفروض أكثر بيعتبر أنه عنده رصيد يقدر يصرف منه على الذنوب والمعاصي التي يرتكبها فبما أنه رصيده يسمح أن يخطئ لماذا لا يخطئ؟ لقد حوش جمع كوّم حسنات تمكنه من أن يرتكب سيئات ورصيده يسمح بذلك المشكلة الثانية والكارثة الكبرى أن كلما الشخص ازداد في ممارسة الفروض ازداد شعورا بأنه أفضل من بقية الناس لذلك أقول وأكرر العلاقة مع الله تجعل أخلاقي أفضل التدين الشكلي والعلاقة مع الفروض تجعل أخلاقي أسوأ لذلك أحبائي أشتاق وأدعوكم أن تقيموا علاقة مع الخالق لا علاقة مع فروض قد يكون وضعها الخالق لكن فصلتوها عنه وصرتم في علاقة ميتة مع مقدسات وأهملتم العلاقة مع القدوس إذا أردتم حسنا وروعة في الخلق هيا إلى الخالق هو وحد نبع كل خلق فاضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر